بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثيرا ما تفتخر كل منطقة بأقدم دولة لها وأقدم حضارة فيها ويبدأ الصباق بين الدول بالسبق التاريخي في تشكيل أول حضارة ولكن اليوم نجيب على تساؤل مختلف ما هي أول امبراطورية أول دولة موحدة حقيقية بحدود عظيمة تحت حكم ملك واحد أخضعت شعوبا غير شعبها قبل البدء يرجى الدعم بعجابة واشتراك تجيعا لنا على الاستمرار وعلى بركة الله تعالى نبدأ تكلمنا في الفيديو الماضي عن الحضارة السومرية منذ نشأتها من قبل الطوفان إلى تجديدها بعد الطوفان بما سمي عصر فجر السلالات الذي استمر حوالي خمسمائة عام بين ألفين وتسعمائة إلى ألفين وأربعمائة قبل الميلاد وذكرنا كيف تناوبت المدن السومرية على بسط نفوذها على باقي المدن فكانت كل مدينة تلمع فترة من الزمن وتحكم الباقي ولكن حكمها للباقي حكم نفوذ أكثر من سيطرة حقيقية أجانت تبقى السلالات الأخرى حاكمة في باقي المدن ولكن تحت نفوذ واحدة منهم فلم تكن بعد تطورت فكرة الدولة المركزية الموحدة تحت حكم ملك واحد لا غير وحكام المدن مجرد نائبين عنه وهذا لم يكن فقط في سومر بل حتى في باقي العالم مثل أقوى الدول التي تأسست معاصرة للسومريين والتي كانت أكبر وأول دولة كبيرة تأسست بعض الطوفان وهي عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد قال تعالى والخطاب في الآية لعاد بعد بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح فهم أقوى دولة بعد الطوفان بل وأسياد الأرض في زمنهم ولكن لم تمتد حدود دولتهم لتشهل العراق والشام ومصر وغيرها من الدول الموجودة آنذاك كحدود وإنما بسطوا نفوذهم على هذه البلاد كنفوذ وكان ذلك بين 2800 إلى 2500 قبل الميلاد ولا يوجد تاريخ محدد لها بدقة نعم وصل نفوذهم هذا الحد حتى وجدت آثار عملات بابلية ومكدونية في مساكنهم تقريبا وسنبحث ذلك في فيديو منفصل عن عاد إن شاء الله تعالى فكان مركز عاد في الأحقاف فقط ولكن نفوذهم ممتد على الباقي كهيبة وتبعية وانتصار وبطش بمن يخالفهم دون سيطرة حقيقية دائمة ودون حاكم منهم يحكم هذه المناطق الجديدة أي دون مفهوم الدولة الموحدة المركزية وكذلك كان الثمود من بعدهم وفي نفس هذا الزمن تقريبا أو بعدهم بقرن فقط وكذلك كان السومريون فيما بينهم في منطقتهم فقط يمتد نفوذ إحدى سلالاتهم على الأخرى إلى حوالي عام 2350 قبل الميلاد وهو الذي وصلنا إليه في الحلقة السابقة حيث الملك لوغالزاكيسي يوسع حدوده مسيطرا على نصف سومر الجنوبي ويكاد ينهي الأمر بتوحيد سومر كلها لكن آخر خطوة في هذه الخطة توقفت أمام نجم القائد الصاعد سارغون الأكادي وهو غير سومري أصلا كان الساقي لملك كيش وقيل بل رباه ساقي الملك بكل الأحوال ظهر سارغون كشاب واعد قبل أن يتدرج ليصبح قائد الجيش كله وكان الأكاديون كشعب قد هاجروا من الجزيرة العربية مع موجة الهجرات السامية بعد موجة القحط في الجزيرة فكلنا نعلم أنها كانت مروج وأنهار من قبل ذلك وستعود كذلك إن شاء الله في آخر الزمان ولكن في ذاك الوقت صارت صحراء في هذه السنوات فتسببت صحراويتها في هجرة معظم ساكنها الذين كانوا ساميين ومن بينهم الأكاديون هاجروا لمنطقة ما بين النهرين وتزايدت أعدادهم تدريجيا في فترة عصر السلالات السومرية بين 1900 إلى 2400 قبل الميلاد حتى صاروا شعبا كاملا منتشرا في مناطق شمال سومر يعملون في وظائف متعددة ويخدمون في الجيش أيضا ووسط الصراع السومري السومري الذي وصلنا إليه حوالي 2350 قبل الميلاد ومحاولة لوقال زاكيسي من أسرة أوروكيس ثالثة توحيد سومر وفي آخر خطوط له لضم كيش أرسل له خصمه ملك كيش السومري جيشا بقيادة سارغون الأكادي أو الأكادي فانتصر على لوقال وتابع زحفه باتجاه المدن السومرية مسقطا إياها واحدة والأخرى لوحد جنوب سومر تحت إمرته ثم انتقل لكيش نفسها فضمها منشئا مملكته الخاصة مملكة الأكاديين وعاصمتها أكد أو أكاد التي بناها في هذا الموقع وقيل جددها تحمس سارغون أن يواصل بطولته خاصة أنه أنشأ نظاما عسكريا جديدا لأول مرة يشبه نظام الأرتال حيث يصطف المحاربون صفا متلاسقين ويتقدمون معا وهذا ما سبق به الرومان واليونان بكثير فتوجه للعالميين ليسيطر على أوان ثم على سوسا مركز العالميين الهام بل حتى مد نفوذه على مناطق إضافية من العالميين قبل أن يتوجه غربا ليتبع المناطق بين دجل والفرات لسيطرته فأنهى مملكة ماري وضم أراضيها ليتابع بعدها واصلا سواحل البحر المتوسط وجبال طروس بل إن هناك روايات أنه غزى قبرص أيضا كما يعتقد البعض أن حدود الدولة بلغت أكبر من ذلك بكثير ولأول مرة يتبع نظام الدولة المركزية الحقيقي فيقضع المدن لسيطرته المباشرة فتكون كل تلك الحدود تحت إمرته حقيقة لاهبة فقط فتكون بذلك دولته أول امبراطورية حقيقية في التاريخ امبراطورية أكاد العظيمة ويصبح اسمه سارغون العظيم ويطلق بملك الكون حكم سارغون 56 سنة جلب خلالها الرخاء للشعب واستتبى الأمان في كل مكان وانتشرت المعارف والعلوم والفنون والكتابة وكانت في أيامه أكاد أقوى وأغنى مدينة في العالم بوقتها واندمج الوافدون الأكاديون وأهل بلاد سومر وانصهر مكوننا شعبا واحدا وأصبح يطلق عليها بلاد سومر وأكاد واستبغت بالنكهة السامية بعد سارغون جاء ابنه ريموش الذي حكم لتسع سنوات فقط واتضى فيها ثورات البلاد فهي المرة الأولى التي قلنا تتشكل فيها امبراطورية موحدة لأعراق وشعوب عدة فظهرت الثورات منهم وبعد قمعها وسع نفوذه شرقا بانتصارها على المرقاش شرق عيلام والذي يعتقد أنها كانت في هذا الموقع في إيران اليوم تقريبا وهذه مخطوطات انتصاراته التي بلغت ملوحة في الهند أيضا كما يعتقد وبوجود الكثير من الآثار الدالة على ذلك ونقوش لأسرى من هذه البلاد أجارنا الله تعالى طبعا وبعد ريموش خلفه أخوه الذي انتصر على أعدائه في مناطق فارس وشمال دجلة ولكن كثرت الثورات خاصة في مناطق سومر وسوريا وقد قلنا هذه أول إمبراطورية في التاريخ أي أول دولة تخضع شعوب أخرى تحت حكمها لفترة كبيرة فكانت أول مرة تظهر فيها الثورات بهذا الشكل وهنا وصل الحكم لابنه نارامسين أي حفيد سارغون والذي كان له نفس حلم جده بل حتى ربما شابه جده في الملامح فهذا الأثر الشهير كان يعتقد أنه لسارغون والآن يعتقد أنه لنارامسين وهو مطابق لهذه لايئة على المسلة التابعة لنارامسين والذي استهل عهده بمجابهة الثورات ونجح في القضاء عليها جميعا واستعادة كل المدن العاصية من سومر إلى توروس ثم كانت حملاته الضخمة لتوسيع حدود المملكة أولها على باقي مملكة إبل السورية فهزمها ومجاوراتها وضم تلك الأراضي لمملكته ولاحقا حمل على أرض كنعان فضمها أيضا لأراضيه وقبل ذلك كان قد حمل على العلاميين وما بعدهم فهزمهم وثبت دولته في تلك الأراضي ثم هاجم اللولوبيين شمال دجلة سكان المرتفعات الجبلية فانتصر عليهم وضم أراضيهم لمملكته أيضا ومن هنا جاءت هذه المنحوطة لنارامسين التي أخذنا منها رمزه الذي وضعناه في الخرائط السابقة وهي موجودة في السليمانية في العراق تصوره يدوس على أعدائه منتصرا وكذلك هذه المسلة التي تصور ملك اللولوبيين مقتولا أمامه ولعل كنت لاحظون في هذه المسلة ارتداءنا رامسين لهذا التاج ذا القرون لأول مرة في تاريخ الملوك والسبب ببساطة ما حققهم من مجد كبير أعاد فيه للدولة هيبتها ووسع حدودها بل حتى مد نفوذها لأبعد من ذلك حتى هابه من في الأرض جميعا فكأنه ملك الأرض كلها وسمي فعلا ملك جهات الأرض الأربع فكان أول من لبس الخوذة بهذا الشكل ذا قرنين معتمدا على جيش جرار بلغ قرابة تسعين ألف مقاتل في سابقة تاريخية لم تحصل من قبل وهذه منحوطات حقيقية لجنودنا رامسين بهذه الخوذة المميزة ولكن ليست كخوذة الملك التي لها قرنان والتي نجدها واضحة في كل الرسمات التي تخلدنا رامسين بما فيها هذه عن احتفالية نصر له على عربة وهنا حيث قال عنها المؤرخون أن ارتداء لهذا التاج أو هذه الخوذة يعني أنه الدع الألوهية نعم بعد سنين وسنين من عبادات متنوعة غلب عليها عبادة الأصنام وآلها أخرى من بعد الطوفان إلى الآن يأتي أول ملك يعلن أنه لا داعي لأبادتها فهو الإله هو الرب الأعلى والعياذ بالله أذكركم هذا بشيء ملك ملك الأرض في زمانه وكل الناس على زمانه كانوا عبادة أصنام فأعلن نفسه إلها عليهم نعم هي أوصاف النمرود الملك الذي حاججه سيدنا إبراهيم عليه السلام فما بالكم لو فاجأتكم بالقول أن فترة حيات سيدنا إبراهيم معاصرة فعلا لفترة حكمنا رامسين ففي بعض الآثار أنه حكم من حوالي 2250 إلى 2220 قبل الميلاد هذا طبعا بشكل تقريب لكن في آثار أخرى أكثر دقة أن فترة حكمه كانت من حوالي 2200 إلى 2150 قبل الميلاد فالفترة محاصرة تماما للفترة الأولى من حياة سيدنا إبراهيم عليه السلام والتي كانت بين 2200 إلى 2000 قبل الميلاد والله أعلم فكيف كانت نهاية النمرود التي تعرفون من قصة سيدنا إبراهيم من كذب التاريخ الإسلامي الدينية وليس الغربية حتى نقارنها بنا رامسين هناك رواية غير مثبتة أن جيشا من البعود هاجم دولة النمرود المتكبر الذي ظن أنه ملك الدنيا وما فيها بجيشه فأهلك البعود جيش النمرود بالكامل آكلا لحوم الجنود تاركا إياهم عظاما بالية فزال ملكه دفعة واحدة بل حتى أن بعودة دخلت رأس النمرود فصار له منها صداع شديد لم يكن لأهدى بشيء إلا إن ضرب على رأسه فذل في آخر عمره وصار كالمجنون يمشي يضرب رأسه للتخلص من ألمه ويشاركه الناس في ذلك فبلي جسده وبلي الثيابه حتى مات وقد انتهى مجد دولته كلها والآن نأتي لرواية التاريخ العلمية للدينية كيف انتهنا رامسين ملك هذه الإمبراطورية الكبيرة العظيمة ومدعي الألوهية يقول علم التاريخ والآثار باعتقاد أن أوبئة وامراض اشتاحت بسرعة البلاد فهلك معظم عسكره وأصابه هو نفسه أحد هذه الأوبئة فمرض وبلي أجسده حتى صارت عليه ثيابه رثة وضاعت حدود دولته دفعة واحدة وانتهى مجدها وصار ذليلا مريضا آخر عمره حتى مات أي تماما مطابقة للرواية الدينية دولة كبيرة وجيش جرار وفجأة انتهى الجيش كله وانتهت الدولة فجأة فعادت حدودها لأكاد وما حولها فقط بسرعة رهيبة دون هجوم خارج من أحد وهكذا تتفق روايتان الدينية والتاريخية الغربية فهل حق أن رامسين هو النمرود أم أن هناك ملكا آخرا تنطبق عليه هذه الصفات وماذا حصل بهذه المنطقة بعد هذه النهاية السريعة والمفاجئة لدولة الأكاديين حيث أن خلفاءنا رامسين لم يستطيعوا الصمود ببقاءة دولتهم الهزيلة الهشة أمام القوتيين الذين أنهوهم وأنهوا معهم أول امبراطورية في التاريخ ليعود الدور للسومريين بعد فترة كما سنرى في الحراق القادمة مع تاريخ السومريين الجدد إن شاء الله ومعرفة النمرود بدقة بالغة خاصة لو قلت لكم أن قصة هلاك النمرود بالبعوضة غير مشبتة دينيا وإنما من الإسرائيليات فانتظرونا نلقاكم على بركة الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا أعجبك الفيديو نرجو الدعم بضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته